سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط أهلا وسهلا بكم معي أحبتي في هذا الفيديو التي سنراجع من خلالها جميع دروس المحور الثاني أو يعني الدروس اللي شفناها في الدزيم بروجة رحين لخصوها مع بعض يعني في الدزيم بروجة هذا شفنا 3 سيكنس وهذا الدروس موزعة على حساب هاد شوفوا معي اللي هنا لازم علينا نديروا الملخصات والا يعني التلاميذ اللي ديجا كانوا يتبهوا معي رهم على بينهم بطريقة الملخصات أما التلاميذ الجدد معنا نرحب بكم أحبتي في القناة شرفتوني ونورتوني في القناة رحين نعلمكم طريقة التلخيص طريقة التلخيص هي طريقة مفيدة جدا جدا صراحة ننصحكم بها يعني من كل قلبي لازم عليكم تعتمدوها في جميع المواد وعلى طوال المشوار الدراسي لأنها رح تساعدكم بزاف بزاف تتبعوا معايا في هاد الدوزين بروجي شفنا هاد الدروس يعني انتما كتتحكموا الكتاب بتاعكم وتشوفوا الدوزين بروجي تلقوا فيه بزاف الأوراق وبزاف الصفاحات رح يباني لكم دروس بزاف ورحين تخافوا من المراجعة ولكن بهاد الطريقة حد سهل عليكم المراجعة وديكم سهلة ويسنحلكم الخوف شوفوا معايا في هاد الدروس أودر شوفناه هو يعني إعادة السيارة باستعمال يعني أعادة السيارة شوفنا كذلك المرادفات أو الكلمات التي لها نفس المعنى شوفنا كذلك لإكسبرسيان دي لكانسيكانس يعني التعبير عن النتائج شوفنا كذلك درس لزنتونيم اللي هما الأضداد يعني الكلمة واضدها شوفوا هنا معايا لسيرونيم هي العكس لزنتونيم شوفنا كذلك لإكسبرسيان دي بوت يعني التعبير عن الهدف وكذلك شوفنا درس لپاسي كومبوزي لپاسي كومبوزي شوفنا فيه لذي برمي دي بزيام اي ترزيام اي ترزيام نبدو أولا بدرس لارفورمولاسيون لارفورمولاسيون شمعنتها هي إعادة سيارة الكلام إعادة سيارة الكلام باش نعطيوها أكثر وصف وأكثر دقة في هاد لارفورمولاسيون رح نستعملو يعني عبارتين اللي هما سي تدير و أطرمونجي يعني سي تدير هي نفسها أطرمونجي احنا بج لازم عليكم تعرفوه تعرفوا باللي سي تدير هي نفسها أطرمونجي يعني هما يعودوا بعضهم مثلا في السؤال يعني في الاختبار أو في الفرد يعطيك سي تدير ويقول لك يعني جملة فيها سي تدير ويقول لك عود لي هاد الكلمة إذا كنت ترغب ستعودها بأترماندي وكي يعطيك أترماندي تعودها ستعود هذه هي la reformulation مثلا يقول لك استخرج من النص une reformulation تروح أنت تحوص على وحدة من هذا هذا هو الملخصة هذا الدرس يعني على حساب مستوى تاكم سنة أولى هذا الشيء يجب عليكم تعرفوا فقط الأشياء البسيطة يعني ما تعقدوهاش بزاف باش ما تجيكم صعبة دونك يفو تسهلوها يعليكم ويجب عليكم تعرفوا المعلومات بدقة عندنا ستا دير هي أترماندي عندنا par exemple le PC ستا دير l'ordinateur le PC يعني كي ما نعرفو كامل حنا نقولو بالدرجان قول le PC voilà le PC يعني الحاسوب عندنا كذلك un autre exemple le téléphone portable autrement dit le mobile الهاتف النقال بعبارة أخرى هو المحمول شوفوا اللي هنا هاد العبارتين نستعملوهم باش نعطيوا أكثر وصف وأكثر دقاء للكلام يعني اللي اعنا نتحدثو عليه voilà دونك اللحنة وش لازم عليكم تعرفوا سي تا دير هي نفسها اترماندي يطلب منك تعود وحدة فيهم يعني هادي تعود لخرى يطلب منك تستخرج تروح تحوس على وحدة من هادو هذا هو الشي كاملتا هاد الدرس ننتقل إلى درس آخر هو l'expression de la cause أو التعبير عن السبب أو السببية في هاد الدرس سرح نشوفو يعني جزئين عندنا كي تكون لفخاز سامبل وكي تكون لفخاز كمبلكس لفخاز سامبل هي الجملة التي تحتوي على فعل واحد يعني فيها un seul verb لفخاز كمبلكس أو الجملة المركبة تحتوي على فعلي هنا في لفخاز سامبل عندنا نستعمله أكوز د ونستعمله غراس أ ركزو معي في لفخاز سامبل عندنا أكوز د وعندنا غراس أ أكوز د يجمنا رها يجمنا رها انجرؤP نمينال يعني он خصونا رها اسم او جملة اسمية ديما أكوز د ولا غاز آ يخونا رها انجرؤP نمينال ديما يخونا رها اسم او جملة اسمية بار اخزَمْب إِلْ إِفَاتِّجِ أَكوز دُسَا مَلَادي هو يعني تابن بسابي مرضيه Voilà, أكوز دو هادي ديما نديروها كيكون السبب سلبي يعني ديما يكون نيغاتف أكوز دو يعني بسبب بسبب مراضيه عندنا غراس آ كذلك ديما يكون لها أنان أو أنغروب نومنال بأكزمبل جي ريوسي غراس آتاند يعني ناجحتو بفضلي مستعادتك غراس آ هادي ديما يكون لها جملة اسمية وكذلك غراس آ نستعملوها كيكون السبب إيجابي يعني حاجة مليحة جي ريوسي غراس آتاند يعني تاند هي حاجة بوزيتف يعني حاجة مليحة دينا لها غراس آ جيسبر كيسي بيان كلا ديرو الفرق بينتهم أكوز دي كون تكون لها ريزان يعني نيغاتف لها ريزان نيغاتف وغراس آ تكون لها ريزان پوزيتف voilà عندنا فلا فراس كمplexة عندنا يعني عن سوراين عندنا كار وعندنا parceكو كار هادي ديما تكون لها une proposition indépendante بار اعزملا إِلْ وَا دَرْمِيْرَ كَارَ إِلْ ايْفَاتِيْهِ إِلْ وَا دَهَبَ لِيَنَامْ لِيَنَّهُ مُتَعْبَ لَحْ دو مَعَيَا كَارَ هادي أَلَهْ قُنَا لَا فراس كمplexة لِيَنْا فِيهَا دُوْرْبِ لَحْ دو مَعَيَا دُرْمِيْرَّ وَا لَحْنَا إِلْ اِلْ اَيْفَاتِيْهِ هناه بระهداء الزوجه بسم دفع خلافن بحال عليه ويكب ان اعلم الجوں بشكل بشيه لاحظوا بالليل معنى ما هو شي يتبدل وهنا عندنا كار وهنا يا بارسوك لاحظوا بأنه هنا هادي نقدر نحطها اللحنا وهادي نقدر نحطها هنا هنا في الفرد أو الانسحان كي يعطيك كار ويقولك عوضها بإنطر يعني إكسفرسيان دي كوز هيح تعوضها معا بارسوك ويقولك عطيك بارسوك تعوضها كار هذا الشري لازم عليكم سفهموه لحنا كار تعوضها بارسوك بارسوك تعوضها بكار ولحنا ستونا برمزان دي كوز يعني كي تسطر عليها سكسي برمزان دي كوز هذا فيما يخص لفرس كمплекс لحنا لفرس كمплекс لازم عليكم تعرفو أكوز 2 وغرس أ يكونون لها un groupe nominal وانا وأكوز 2 تكون حاجة سلبية غرس أ حاجة إيجابية هذا باختصار فيما يخص هذا الدرس يعني ما هيش حاجة كبيرة بززاف عندكم كار وعندكم بارسوك عندكم أكوز 2 وغرس أ ديروا الفرق بيناتهم وشفوا عليهم مليح وإن شاء الله يتكون عليكم سهلة كذلك شفنا درس لسينونيما كالسينونيما عنتها المرادفات يعني الكلمات التي لها نفس المعنى سوص دي مو كي ان لمم سنس أو بخيس يعني هي كلمات لها نفس المعنى أو بالتقلب هنا لسينونيما هادو لازم يكون عندهم نفس النوع فعقزمبل كلمات هي النوع لسينونيما تحا لازم يكون النوع أدجكتف أدجكتف ذرب ذرب فحين لحضوا معي في هاد الامتي لا فعقزمبل عندنا ديش أوردور ديش هي الفادالت أوردور كذلك هي الفادالت لحضوا معي اللحنا هادو ستتنون هادو ستتنون بولوية سالير بولوية لسينونيما تحا هو سالير يعني يلاوث يوسخ لَوِي نَتْوَي لَوِي يغسل نَتْوَي يُنَنْطِف هادو لسينونيما تحا بعداهم عندنا كذلك مثلا او يزي لزو يزي او سالة يعني مياه الصرف مرادف تحا أو لسينونيما تحا هو المياه المتسخة عندنا بوفابل بوتابل هادو معنى صالح للشرب هادو كذلك معنى صالح للشرب دغال أميزان يعني مضحك أو مسلي فقط احنا كي يطلب منك في السؤال يعطيك كلمة بيقولك روح للنص ابحث لي على السينونيما تاحها لازم تفهم المعنى تاحها جيدا وتروح للنص تبحث عليه دانك لكي نعطاك ان ذاغب تروح تحوز السينونيما بتاعه يكون ذاغب لكي نعطاه لك النون يكون النون لكي نعطاه لك أجكتف يعطيه لك أجكتف تايتروح تحوز له على الناجكتف فالعادة فيما يخص درس لسينونيما السينونيما هي الكلمات التي لها نفس المعنى يعني دانك أو بار كنسيقن يعني هذه التابير عني النتيجة رح نعطيكم اجزمبل بيش تفهمو مليح في لإكسپرسيان دي لا كونسيقنس رح نستعملو دنك و نستعملو بار كونسيقن يعني انتا كي تشوفها دنك و تشوف بار كونسيقن معنتها لكونسيقنس اجزمبل جي بيان ريفيزي بار كونسيقن جي ريوسي يعني أنا راجعتو جيدا نتيجة لذلك نجحتو يعني أنا راجعتمليح والنتيجة أني نجحتو هنا استعملو بار كونسيقن إلا جات لزور دن لاريویر دنك إلا بولو سيزو هو يرمي الأوسار في النهر إذن هو يلوثو مياهها لحضو معي هنا دنك و بار كونسيقن و عوضو بعدهم يعني كي يعطينا بار كونسيقن نعوضوها بدنك كي يعطينا دنك نعوضوها بار كونسيقن و هادو في زوج تا لإكسرسيان دو لا كونسيقنس شفو عليهم مليح فقط و ركزو معايا يعني راهي سهلا بار كونسيقن و دنك هادو تا لإكسرسيان دو لا كونسيقنس ننتقل إلى درس آخر اللي هو لزانتونيم لزانتونيم معناتها الأبداد اللي يعني الكلمات المتعاكسة وهي عكس لسينونيم لسينونيم هي المرادفات لزانتونيم هي الأبداد عندنا إكسامل إنترى لانتونيم تا حا إنترى يعني مدخل و مخرج بتي جران يعني سهر جران كبير فلوت يعني يطفو كولي يغرق لحظو معايا لعنا هادو سهلا هادو سهلا نا هادو سهلا ناديكتف و هادو سهلا و هادو سهلا و هادو سهلا يعني لازم ديما لانتونيم تا حا يكون من نفس النوع تا حا يعني لمه جران جفو حنا كده لك شفنا ديپار آريف ديپار يا إنتلاق آريف يا الوصول سالي ماليحا دو حولوا أو ماليح و حولو ذنير پارتير ذنير يأتي پارتير يذهب جنتي ميشان جنتي لاتيف ميشان يعني شرير پاردر غاني يعني يخسر غاني يربح هادو هما لازمتونيم شفاو مليح المصطلحات هادي يعطيك مثلا كلمة و يقولك بحث لي على لانتونيم تحا في النصف انت تشوف الكلمة تفهمها مليح و يعني بتخمم في الضد تحاوشي هو وتروح تحاوش عليها في النصف يعني راهي سهلة جدا لازمتونيم هما الأضداد هنا تعملت نكتب لكم بالعربية بتشوف عليهم مليح شفنا كذلك درس لإكسپرسيون دو بوت اللي هو التعبير عن الهدف لبوت هو الهدف هنا وش لازم عليكم تعرفو تعرفو العبارات اللي نستعملوهم في الإكسپرسيون دو بوت كيما تعلق كونسيقنس و تعلق هنا في لبوت نستعملو پور плюс جم possibile مع Bugün كم معايا لبوت كم معايا لبوت بوت الارosage, الارosage الارosage de culture c'est un groupe nominal الارosage هذا هو نام هذا هو نام أو un groupe nominal هذا هو نامنا 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 عندنا dans le but de وعندنا afin de pour dans le but de afin de plus un infinitif يعني منوراهم يقول لغرب في l'infinitif هنا عندنا pour لغنا و pour هاد pour تحتمل احتمالين يعني ممكن نلغوراها un نو و ممكن نلغوراها un verب في l'infinitif شوفوا معايا لذيكزمبل يعمل من أجلي ربح المال هنا يقول لغوراها un verbe à l'infinitif c'est un verbe à l'infinitif ولا هنا يقول لغوراها أنا يعني تحتمل الحتمالين je parle dans le but de vous convaincre يعني أنا أتحدث بهدف إقناعكم لغنا ستعملنا dans le but de ولغنا convaincre c'est un verbe à l'infinitif مثل آخر je vous teléfone afin de prendre un rendezvous يعني أنا أتصل بكم أو اتصل بكم من أجلي يعني أخذ مثلا يعطيك dans le but 2 ويقول لك عوض هلي بعبارة أخرى أنت تعوض ها 2 ولا تعوض ها مع pour 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 voilà العبارات الوضعيات معايا la base dans le passé composé لأن الجام سيساعد القناة لك تطلع وكذلك يعني الفيديو سيشوفها أكبر عدد من التلاميذ وما تنسونيش من صالحي دعائكم أترككم في رعية الله وحفظه والسلام الله عليكم Le passé composé c'est un temps du passé voilà يعني هو من أزمنة الماضي كي نقول le passé composé وش معنى الماضي المركب نفهمو هذا زمن هو مركب من كلمتين أو من قسمين كيف رحيح لحن ديرو لحن ديرو لحن ديرو لحن ديرو لحن ديرو اتر أو او عوار au présent de l'indicatif يعني لحن ديرو اتر أو عوار au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe a conjug يعني انده فور بعد ذلك سوف نرى القواعد الخاصة بهذا الجزء والقواعد الخاصة بالجزء الثاني تبعوا معايا المخاطط بالترتيب يعني لازم الأفكار نشوفوها بالترتيب باش نفهمو مليح هادلوطان كي نقولو للاقسيليار اتر اي للاقسيليار ايه لازم علينا أول شي نعرفو نصرفوهم في لبخزان دلإندكاتيف عندنا اتر عندنا لأسيلاك أفوار نوزاوه نوزاوه هد لكانجوزان لزماليكم تحفظوهم مليح مليح لأنه هدوما لباسه لأسيك المزيد شفنا هذي أول نقطة النقطة الثانية يعني وبزاف الأسئلة رحيني دعوا عليها احنا عندنا ثلاث مجموعة من الأفعال يعني في اللعاء الفرنسية هدوك الأفعال يعني الجميع يتسأل وشن هي الأفعال اللي نصرفوها مع أتر والأفعال اللي نصرفوها مع أفوار شوفوا معي اللي احنا رح نزيد ونواصلو مع أتر و أفوار voilà عندنا مع أتر هدوما لرح نتصرفو معه عندنا نتر مغير يعني يولد و يموت علي venir يذهب و يرجع اعريف partir يسيلو يذهب انتري sortir يدخل يخرج رستي passé يعني يبقى و يمر منتي descendر يسعد و ينزل يعني يرجع و يسقط هدو أفعال نسميوهم لذي أفعال الحرقة أفعال الحرقة هدو ديما نصرفوهم مع لأكسلية أتر plus لذي أفعال نسميوهم أفعال نسميوهم مع أتر أفعال نسميوهم مع أتر مؤنث يعني يعني كيكون الجو هادي سكون فامينا نضيفو لها لأوتع الفامينا يعني هذا فيما بعد رحي نشوفوه في القسم الثاني كي ما قلت لكم هادو المجموعة هادو كاملة تصرفوه مع أتر تو لزوت رحي نصرفوهم مع لأكسلية أفعال هنا بقية الأفعال يعني من غير هادو رحي نصرفوهم مع أفوخ ورحي نصرفوهم ورحي نصرفوهم جسبر كي سي بيان كلا تبوها معايا برك يعني رحي نتفهمو شفنا تعريف تعلق باسي كومبوزي شفنا لأكسلية أتر لأكسلية أفوخ كيفاش نصرفوهم شفنا كذلك الأفعال اللي تتصرف مع أتر الأفعال اللي تتصرف مع أفوخ ننتقل الآن إلى الجزء الثاني اللي تتكوين من le passé composé اللي هو le participe passé du verب يعني كيما قرنا في الأول le passé composé هو لأكسلية اتر أو أفوخ présent de l'indicatif plus le participe passé du verب voilà حنك يعتنا لأكسلية لأكسلية نصرفو في لأكسلية كيفاش يمكن أن تتصرفو مع أفوخ مع أتر ولا مع أفوخ بعد نشوفو كيفاش نلقولو لپارتسيب باسي تاعه هادي ركزو معايا جيدا رحي نشرحو كل ما يتعلق بلپارتسيب باسي هنا عندنا لفرب دو برمي جروب برمي جروب هي دائما الأفعال اللي تخلص بالأر أفعال اللي تخلص بالأر صوف عليه هما دفرب تاع البرمي جروب كيفاش نلقولهم لپارتسيب باسي تاحهم هادي نحيو أر تالا لفرب تالا لنفينتف ونحطو في بلاستها اي ولا اي أكسن بارتسيب باسي تاعه تولي هاكا نحيو أر هادي ونحطو أكسن سبا معايا مليح عندنا لفرب دو دوزيام جروب هما دي ما يخلصو بالأر لفارتسيب باسي تاحا تخلص بالأي يعني نحيو أر ونحطو في بلاستها اي باركزمبل فينير فيني نحينا اي أر وحطينا اي عندنا لفرب دو تروزيام جروب هنا لفرب تالتروزيام جروب ما عندهمش قاعدة كي ما هادو دانك لفارتسيب باسي لازم تحرفوهم بار كير يعني تحرفو كل فعل لفارتسيب باسي تاعو كيفش رحيم دايرا في أخر الفيديو بإذن الله لحن خليلكم مجمورة من الأفعال تاع المجمورة الثالثة أو تاع troisième groupe ونخليلكم لفارتسيب باسي تاعهم كيفش هنا عندنا دز اجمبل وفارتسيب باسي تاعلمنا يعني الفعل نعرفوه مع من التطرف مع اتر أو اوة plus تعلمنا كيفاش نلا Innovation لبارتسابسية تع bees rag nós tubكلنا عنصر اخير يعني في الزمن تعبة البارسير composي يجب عليكم تعرفوه يغيحوا لعقر لبارتسابسي وب advice L'auxiliar عندنا هو être ولا avoir L'accord هادي وش معنتها؟ معنتها le participaté هادو هادو le participaté تعالي le verbe لازمها تتوافق مع le sujet تحا يعني هنا نشرح لكم في الامتلاع أحسن عندنا l'accord du participaté avec être يعني الأفعال اللي تتصرف مع être هادو اللي اتكر ساملكم اللي احنا هادو هما اللي تتصرفوا مع être par exemple عندنا il est tombe شوفوا كيفاش كسبناها أعقص elle est tombe elle sont tombe احنا يا il parce que هي مفرد مدكر مازدنا لها ولو خلينا le participaté كيما راحي هنا عندنا L هي مفرد مؤنث اللي هي singulier feminine ضفنا لها هنا عفوا هنا فقط نحيو l'accent هادي أعتدر فقط يعني خطأ مطبعي فقط voilà نحيو l'accent هادي متخليوهاش voilà هنا هنا elle est tombe ضفنا لها هادي تعرفي منا لازم ديما نديرو لعكور parce que le ذاق para هو مصرف مع être elle sont tombe ولا معل بالي شو علاش كررت الخطأ هنا فقط خطأ مطبعي اعتدر voilà اعتدر هنا يحن هادي هل سان tombe هنا هادي عندنا pluriel féminin هنا ضفنا هادي تال féminin او تال féminin والس تال pluriel parce que le verbe tombe هو يتصرف مع être voilà هنا هادي هل سان tombe ديما نديرو لعكور هادي هو لسميو لعكور يعني هادي لعكور يزم هادي ما تبع لسجي تحا هدا هل حسب لجن ون 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 تح لسجي لعكور يزم تدير لعكور معه جسper كه بيان كلا voilà يعني ديما نتابه كي كون لفعل مصرف مع اتر نتابه لهاد النقطة تح لعكور عندنا كدلي لعكور 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 مع عكور يعني كي كون لفعل مصرف مع لعكور عكور نشوف وكتش ندير لعكور باركور لعكور هادي مانج لبام هي أكلت التوفاح هنا كما اذكرنا مقبل لعكور كي كون مصرف مع عكور ما ندير لعكور جس كي كون مصرف مع اتر هنا ما ندير لعكور هنا عندنا ل هي المفعول به رح نشرح لكم حكا يعني بيش تفهموها مليح احنا نشوف معي المثال هذا الثاني هو نفس الجملة ولكن فقط رح نقلب المكان سا كومبليمون دو بجي دي رح نحط قبل الفعل ل ل زا مانج ل هادي هي تعود ل بام ل لحظو معي كيف تبدل الموقع تعو كان في آخر الجملة ولا entre ترجع كيف معكم تشوف اللي هنا فمتوني أل أمانجي voilà بسح لحنا كزنالها سيودة لزمنا كينقلبو لها للموقع تحا ندرو لأكور تحا لأكور تحادي لأكور مع سيودة ندروه مع لسيجي ندروه مع لكمل منطقة لبجي ديركت جسپر ك سيبين كلا voilà هذا هو كامري يعني درس يعني كي تشوفوه في الكتب وتشوفوه في القواعد يعني راح يخلعكم هذك الدرس وتخافوه منه ولكن كي ما نصحتكم من قبل ومن فضلكم يعني نصيحة من قلبي تبعوا تبعوا معايا طريقة التلخيص طريقة التلخيص طريقة مفيدة جدا جدا في جميع المواد وعلى يعني طول المشوار الدراسي هنا كي ما راكم تشوفو جميع دروس على لخصناها في هاد هاد المخطط يعني راح نعود لكم يعني ملخص سغير لباسي قموزي هو زمن موركب من جزئين عندنا لقصير اتر و لقصير افعار وبرزن دي لندكاتف плюс لقصير پاسي ودو برب اكون جوك هنا يشوفنا لقصير اتر لقصير افعار كيفاش نصرفوهم في البرزن لازم عليكم تحفظوهم هنا كذلك شوفنا مجموعة الافعال يتتصرف مع اتر وباقية الافعال الاخرى يعني بخلاف هادو الباقية الاخرى يتصرفوا مع افوغ هنا كذلك شوفنا لقصير كيفاش نلقاوها تا البرمير جروب نزيدولها ا اعصن نحيو ا ار نضيفولها ا اعصن دوزيم جروب نحيو ا ار نضيفولها اي هنا تا الترزيم جروب يعني كل فعل عندو participasy تاو خاصة به هنا يشوفنا لقصير لقصير participasy avec اتر يعني كيكون الفعل مصرف مع اتر ديما نديرو لقصير لقصير participasy مع السجاء يعني إذا كان مفرد او جماع او مؤنث او مدكر يعني لقصير participasy ديما رحال تبع le sujet تاها هنا يشوف الى اعصن الى اعصن اللي مع الاقصير اووح الى اعصن ديما participasy avec اووح نشوفو مع COD هذا إذا كان موقع تعو قبل لقصير رحين ديرو الى اعصن تا الى participasy مع COD ماشي مع لسج نديروها مع COD يعني ديما لحا تبع voilà جسوفو معا انتون ايكون شرح وادح وسهل عليكم رح نعطيكم امتلا يعني على بعض الفائل كيف نصرفوهم في le passé composé رح يعونكم بإذن الله هنا شوفو معا عندي le verbe الهرب 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 du premier groupe عندي choisir vers du deuxième groupe vouloir et prendre ce sont des verbes du troisième groupe لحظ مرح لحظ 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 الهرب يتصرف مع اتر لحظ الهرب يتصرف مع اتر يجب أن نديرو لحظ 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 كيف كيف يعني لحظ لحظ ال est arrivé نضيف لحظ لحظ لأن ال مؤنث نو سوم ذري إذا كانت مجموعة من الإناث يتحدث نضيف es إذا كانت مجموعة من الدكور نضيف es فقط vous êtes ذري إذا كان مؤنث es يعني إذا كان مؤنث و es إذا كان مدكر il sans t'arri ضيف es سأل جمع أل سان تاري إذا كان es لأنها جمع مؤنث لحظ 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 سان بمؤنث لحظ 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 ترجمة نانسي قنقر تشوزي هي شوزي تآغيبي هي آغيبي بهذا نكون أحبتي وصلت لنهاية هذا الشرح يعني نتمنى يكون الشرح واضح أي أسئلة خليولي في التعليقات أنا راح أجاوبكم بكل فرح وصرور وأنا دائما في الخدمة أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة